هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري واستقبل مطار العريش الدولي ما يقرب من 471 طائرة منذ 12 أكتوبر الماضي وحملت على متنها أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة وقدمت 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية المساعدات لقطاع غزة عبر طائرات مساعدات بمطار العريش بجانب 84 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية